دائماً الأهالي والطلاب أكثر شيء بيحبوه العطل الصيفية بس بنفس الوقت هي عبء عليهم جداً ما بيعرفوا وين يروحوا بأطفالهم وين شو البرامج اللي ممكن يستثمروها ففكرة نادي أجيال هي فكرة انطلقت بخلال العام الماضي وكام جموع من المتطوعين من خلالها قدمنا برامج منهجية ولا منهجية للأطفال واليافعين اللي بتخليهم وتهيئهم لعودة آمنة وسليمة للمدارس بطريقة تناسب وتلائم احتياجاتهم جميلة طيب إحسين حكيلي كيف ممكن يتم استثمار الفرص المتاحة للشباب من خلال عمل تطورك متذكر أنا خلال تجربتي أنا ما كنت أبحث عن الفرصة يعني يعني أنا كنت عفواً ما كنت أستنى الفرصة تأتي أنا كنت أبحث عن الفرصة مية بالمية ويمكن اليوم بنشوف الأغلب أنه هو باستنى الفرصة لكن يمكن إذا بدوروا عليها بدوروا عليها أو بنتظرها أنا الصراحة كنت أبحث عنها بشتى الطرق ودائماً إذا الشباب بدون يستثمروا الفرص التطوعية اليوم بنحكي عن أسبيل مثال طلاب الجامعات يعني أنا كطالب جامعة أنا اليوم باستثمر أوقات فراغية بالتطوع بتخصصي هي التطوع ليش ثقافة لأنه الشخص المثقف هو من كل شيء بأخذ شيء فأصبح تطوع ثقافة يعني أنا ممكن أطوع بتخصصي أطوع بمجال صحي بمجال معين فأنا الصراحة من كل شيء بأخذ شيء فأنا اليوم التطوع يعني مش بس ثقافة فيه استثمار أنا ممكن أهيئ حالي لسوق العمل تطوير الذات كمان تطوير الذات أنا ممكن أبني شبكة علاقات قوية أنا ممكن يكون فيه عندي بناء قدرات فيه العديد من الاستثمارات اللي بقدر أستثمرها بفرصة الأعمال التطوعية واليوم يعني فيه تقدم يعني إحنا للوقت الحالي فيه تقدم كبير في الشباب المتطوعين والشباب المبادرين لكن الشاب اللي بستثمر هذه اللحظات هو اللي بيعمل بلان صحيحة بالفعل بيعمل بلان يكون أنه يستمر فيها وإحنا دائما واحد من النقاط المهمة نعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة أنا مش أطوع شهر شهرين ثلاثة أقعد لأ أنا بدي أعمل بلان أنا بطوع عشان أو أحقق شيء معين بحاجة إلى المجتمع وأنا صغير بحكي لك كنت أسمع كثير كلام أنه أنت رش بتطوع عالفاضي أه يعني أنت ما فيه أجار ليش بتطوع شو فائدة تطوع وفعليا كنت يعني وين فيه مبادرة بتلاقيني موجود حتى أتذكر يا حسين أنت كل مبادرة موجود يعني كل مبادرة موجود الصراحة وصلت معي لمرحلة أنه الإشي صار عندي من جواتي وجداني يعني خلاص أنا بحب أطوع لكن أنا اليوم بشوف الصراحة أنه العمل التطوع والعمل الاجتماعي خلاني عندي القدرة في اكتساب مهارات أنا كنت غير دراية عنها